بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لبن المرسلين على صغاطهم مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنذر قوم من ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعزوتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من تضع الذكر وخشي وحمن بالغيب فبشره بمغفغة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أغل المرسلون إذ أوصلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أعزلوا وحمن من شيء من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيغنا بكم لإلا متانتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلقة إن يردني وهمان بضر لا تغنعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بغبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي غبي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يغو كما أهلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأطنون واجعلنا فيها ججنات من نخيل وأعناب وفجعنا فيها من العيون ليأكلوا من سبره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزغاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم ظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دوناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تضيك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشغون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صنيخ لهم ولا هم يوقظون إلا وحمة منا ومطاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا وعنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعبه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالسور فإذا هم من الأجداث إلى غبهم يوصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما غعدوا وهمان وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم طعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من وربي وحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدف مبين وانعبدوني هذا صغاط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيغا فلم تكونوا طاقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون أن يوم نختم على أفغائهم وتكلمنا أيديهم وتشغد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يغوا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلغة لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحظون قولهم إنا نعلم ما يسزون وما يعلنون أولم يغل إنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة قيضاء وخصيم مبين وضغب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أعشأها أول موة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أعوتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان